شاهدين ومعادنا دلوقتي مع البرصة المصرية لنتعرف فيها مع بعض على أداء المؤشرات الرئيسية النهاردة خلال التعاملات وخلونا نروح مباشرة من مقر البرصة لزميل أمينة بوشة مراسل التلفزيون المصري ومساء الخير يا مينة مساء الخير يا ميرفت يعني اليوم البرصة المصرية اكتسد باللون الأخضر خلال نهاية التعاملات لدينا جميع المؤشرات مستقرة ومرتفعة وده كان بدعم من العاملات الشرائية اللي تمت اليوم من قبل المتعاملين المصريين والأفراد والأداء الجيد للأسهم القيادية مشاهدين الكرام تعالوا مع بعض في البداية انتابع أداء المؤشرات من على شاشة الرئيسية الموجودة داخل قاعة التداول هللا أن المؤشر الرئيسي مؤشر EGX30 أنهى التعاملات اليوم عند مستوى 10304 نقطة وده كان بنسبة صعود وصلت ل74 من 100% أما بالنسبة للمؤشر الثاني والخاص بالأسهم الصغيرة والمتوسطة مؤشر EGX70 ارتفع بنسبة 3.11 من 100% علشان يسجل مستوى 1934 نقطة وده كان أكثر المؤشرات ارتفاعا بختام جلسة اليوم أما بالنسبة للمؤشر الأوسع نطاق المؤشر EGX100 سجل صعود بنسبة 1.67 من 100% علشان يوصل لمستوى 2794 نقطة عند نهاية التعاملات لو تبعنا بعد كده فئات واتجاهات المتعاملين هللا أن نسبة استحواز المصريين سجلت 76% في مقابل 2% للعرب و22% للأجانب أما بالنسبة لأداء المؤسسات والأفراد في نسبة استحواز المؤسسات سجلت 79% في مقابل 21% للأفراد أخيرا بالنسبة لأداء الكطاعات وأنشطها اليوم من حيث قيم وأحجام التداول ففي المرتبة الأولى جاء كطاع العكارات يليه كطاع الخدمات مالية غير مصرفية في المرتبة الثالثة كطاع رعاية صحية وأدوية منسجات وسلع معمرة في المرتبة الرابعة وفي المرتبة الخامسة كطاع مكاولات وإنشاءات هندسية دي كانت أبرز التفاصيل والأرقام المتعلقة بجلس التداول اليوم